أهلا بحضراتكم مرة تانية ومازلنا على حديث حديث الساعة لطبعا مباراة منتخبنا القومي أمام المنتخب السنغالي بكرا إن شاء الله الفقرات اللي فاتت أو الفقراتين اللي فاتوا وكان كلها حديث عن هذه المباراة لكن النهاردة أو دلوقتي بشكل مختلف شوية هنتكلم على المنتخب السنغالي أهم نقاط الضعف القوة إيه المنتخب السنغالي بيمتاز بإيه ده من خلال طبعا تحليل عبر الصورة والأرقام من خلال محل الأداء الرائع محمد البازل اللي دايما بنوارنا هنا في محترف محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني نوار من حياة حضرتها الجمهور المصر وكلها جمهورنا دلوقتي كلنا نستنيين العالم العربي والمصري وكل الناس نستنيين مباراة بكرا أنت محضر لنا إيه للسنغال إحنا شفنا مباراة السنغال في نهاية البطولة الأفريقية أكيد منتخب قوي ولكن في بعض الدفوهات في بعض الأخطاء ممكن تحصل أنت محضر لنا إيه النهاردة اللي منتخب السنغال يعني منتخب السنغال طبعا مباراة صعبة بكل تأكيد منتخب السنغال منتخب قوي عنده شراسة هجومية عالية جدا تاني أقوى خط هجوم في أمم أفريقيا الأخيرة تسع هداف بعد كاميرون أكثر منتخب يعني في صناعة الفرص الحقيقية أو المسجلة يعني من ناحية الدفاعية برضو كابتن هاني بنتساوى مع منتخب مصر منتخب السنغال بيتساوى مع بعض منتخب مصر منتخب السنغال استقبل هدفين فقط طوال البطولة كنت تتكلم على بطولة أمم أفريقيا الأخيرة دي يعني أحدث أو يعني الحدث الأخير اللي من خلاله نقدر ننطلق بالأرقام برضو بالتحليل اتعكست إزاي تكتكينا لأرض الملعب إزاي وترجم دوت إزاي ناخد بالنا يعني كلغة أرقام تورينا كمؤشرات نقدر نشتغل إزاي في أرض الملعب أمام فريق قوي زي فريق السنغال تمام أنت كنت تكلمت على موضوع الدفوهات يمكن قبل ما أخش معك على هوا قلت لي منتخب محترم جدا ولكن عنده أخطاء ولو شفنا الأخطاء ديت ممكن نستغلها بشكل كبير نحن نحرز هدف مبكر إيه المشكلة اللي عند المنتخب السنغالي؟ انت شايف إيه المشكلة اللي عند المنتخب السنغالي؟ على الرغم من أن المنتخب السنغالي بيمتاز طبعا بالشراص الهجومية بتحرير الأطراف عنده والمفاتيح اللعب عنده من البكات اللي دايما بيزيده بيجناحه ويزيده كأجناحة على الرغم من الدينماكية اللي بتحصل طبعا عندنا بونصار في ناحية اليمين هنتكلم عن كل شيء دوت عندنا طبعا سيس واللعب الخطير من ناحية الشمال اللي بيزيد اللي بيغطيه طبعا مندي في نص الملعب ويعمل ديناميكية مع إدريسا في ناحية الشمال وساديوماني أهم الأخطاء التاكتكية اللي احنا نقدر نستغلها في ظل الشراسة اللجومية أو زيادة الأطراف زي ما قلنا هي اللعب يعني لاحظنا حاجة مهمة جدا عملتها قدامهم غينيا الاستوائية وبركينا فسو وإحنا كمنتخب مصر في المباراة الأخيرة عملنا كذا هاجمة كده هي ألا وهي اللعب في العمق اللعب في العمق والشورت باس بيورينا قد إيه احنا نقدر نبص مع ده أول مثال معنا أمام ده كان غينيا الاستوائية استغلت غينيا الاستوائية اللعب من العمق على منتخب سنغال يعني زي ما قلنا الصلابة الدفاعية عندهم نجم نابلي طبعا خلوبالي وطبعا معاه عبدو ديالو نجم بارس سين جرمان بصك ابتناني احنا دايما العمق بيلعبه بشكل مكسف يعني تحسل فيه كسافة في العمق يعني انت بتتكلم على تقريبا ست سبع لعيبة في العمق ولكن جزء دوت اتخلق فرصة للتزديد يعني اتلعبت غينيا الاستوائية لعبتها في العمق بشكل رائع جدا ضربت به يعني احنا تكتل دفاعي كومباكت اللي عاملينه منتخب السنغال ست لعبين اتلعبت في العمق بالشكل احنا شايفينه خلت مهاجم غينيا الاستوائية في مواجهة المرمى اللي احنا شايفينه دوت بيأكد لنا بالحالات ومتكررة دايما ان دايما استغل اللعب ببساط شورت باصص اللعب في العمق الكرات الكصيرة ده كان هدف ده كان هدف ده هما استقبلوا هدفين هدف من غينيا ده لقطة من ماتشينا برضو ماتشينا مصر احنا عندنا مثالين في منتخب مصر لعبة لعبها طبعا النيني كالكورة طويلة لونج باس في ظهر سيس استغلت طبعا سرعات محمد صلاح تكملت الهجمة معنا يعني نكمل الهجمة شباب هنبدأ نكمل السرعة اللي جاية يا زجاله دي طبعا محمد صلاح بياخد في ظهر خسمية الدورة وصلت لصلاح صلاح طبعا قطع بمهارته في وسط يعني تكاتل دفاع عليه يعني احنا عايزين نواصل صلاح للجزئية دي انه هو يكون قريب من جوة التمنتاشر مش هو اللي يعمل يعني نواصل محمد صلاح انه يكون عنده الفرصة انه هو اللي يسجل وديه الميزة كابتن هاني كابتن هاني احنا محمد صلاح بالتكاتلات الدفاعية اللي بتبع عليه اكتر من لاعب كلهم بيبصوا على محمد صلاح ده تدينا فرصة في تحرير لعبين تانين بص في المثال دوت عمر مرموش لوحده تماما يعني وضارب الوف سايد بوقف مكان عشر عشر مزبوط تماما مصطفى يعني بيزيد طبعا السلية معاهم فيه اكتر من فرصة اكتر من حل كان ممكن يلعب محمد صلاح طبعا بنجومية محمد صلاح والثقة العالية محمد صلاح شاط شاط يا الكورة مباشرة اللي انا عايز اقوله من الصورة ديت او من الحالة ديت ان احنا نقدر نستغل اللعب في العمق البساط شوت باس ديت تودي اكتر من حل اكتر من اللعب في تجاه المرموش هنا امام عشور نفس المثال اللي شفناه امام غينيا الاستوائية اللعب في العمق يعني اللعب في العمق ده يعني مع التكتل الدفاعي القوي للسنغال شفنا امام عشور لابا محمد صلاح بدأ انه هو يستلم وحتبان معانا في الحالة اللي جاية ازاي انتخلق اكتر من مساحة ليه يعني تلات لعبين عندنا سواء هنا ممكن دعو فينا هي الصورة دي اللي كانت طبعا محمد صلاح دخل امام اعتقد ده امام عشور امام رجاء استلم من محمد صلاح تم الامام مع الهجمة استلم من محمد صلاح هنا في اكتر من حل هنا طبعا كان طبعا مهند مهند لاشين اعتقد كان كان معانا اكتر من لاعب كسافة عددية كسافة عددية اكتر من لاعب عندنا من منتخب مصر في الصورة ده مروان يعني مروان هو اللي استلم الكورة دي هجمة مروان مروان استلم في العمق ايضا عنده مساحة وشاطة على فكرة وكانت فرصة محققة على مندي شالها بصعوبة كانت هجمة محققة تماما الفرص الكتيرة بهذا الشكل هو هنا طبعا عاد المروان باتجاهه بالمرمى وسدد على الرغم من هو كان عنده اكتر من حل ان هو كان ممكن يجري اعتقد هنا ترزيجي في ناحية الشمال كان ممكن هو ينفرد الملخص محمد انت بتتكلم على عملية رغم ان فيه كسافة عددية لعيب السنغال الدفاعية لكن من خلال الكسافة العددية دي بيكون فيه مساحات يعني معظم اللعيبة بتغطي او محمد صلاح مضغوط بثلاث اربع لعيبة ده ممكن يخلق مساحات للعيبة تانية زي ترزيجية او مرموش او القادمون من الخلف زي عمر السلية انه يكون فيه تأثير ايجابي او انهاء الهجمة بشكل مباشر بكل تأكيد وده استغلال تماما عندهم بعض الدفاعات ده طبعا بوركينا فاسو ده الهدف اللي استقبلته طبعا استقبلوه منتخب السنغال من بوركينا فاسو عايزين نقول نفس الكلام في ظل تقدم الجناح او الباك الشمال عندهم سيس الخطير اللي هنتفرج عليه برضو بالحالات استطاع طبعا هنا بوركينا فاسو نتبني هجمة سريعة في مرتدة سريعة من ناحية اليمين من عند بوركينا فاسو او ناحية الشمال طبعا على سيس سيس هو جناح طائر هو مش باك الشمال بالزبط يعني هو ده نقطة القوة عندهم فكمل في الهجمة ده طبعا ده لعب بوركينا فاسو يعني مساحة واسعة جدا يعني استطاع لعب الجناح بوركينا فاسو نو يزيد يعني اكمل معنا عايزة اكلمك في النقطة ده ده اللي وارد ده لو قلبنا الصورة نقول ده ما اعتقدش لازم يكون محمد صلاح يخش الجوه عشان بالزمر كمال هو اللي ياخد الجزئية ده وتكون الحركة سريعة ما نديش فرصة طبعا للباك الشمال اللي بيزيد ايضا زي وزي السيس في نفسه لو احنا لاحظنا هنا كان عنده اكثر من حل يعني كان ممكن يطير لعب بوركينا فاسو من ناحية يعني انت بتتكلم استغلال المساحات اللي ورا الباكين اللي بيطيره اذا كان باكيمين او باكشمير ان احنا نستغل سرعات الباكين سرعات محمد صلاح مرموش لو ترزجين موجود ان احنا يبقى لعبنا على نقاط او على المساحة اللي ورا الباكين بكل تأكيد ده من اهم نقاط الضعف اللي نقدر نستغلها بشكل كويس جدا مع امام السنغال طبعا هدف بوركينا فاسو احنا لو هنكمل في الحالات عندنا هنشوف طبعا امثلة كتير مكررة يعني عايزين نقول ان غينيا الاستوائية بوركينا فاسو فعلا قدروا ان هما يحرقوا السنغال على الرغم من خسارة وعملوا هجمات طبعا ترجمة الهدف عملوا هجمات خطيرة جدا من ناحية مين وشمال طبعا دي مباراتنا امام المنتخب السنغال في النهاية طبعا كان المكررة في نص الملعب انني بدأ الهجمة من هنا اللي احنا عايزين نقوله استغلال الاطراف هنا الطرف اليمين اللي هو بونصار في غياب بونصار والسرعة في الهجمة المرتدة والارتداد هنا كان تريزي جي واقف له واحده تماما ناحية اليمين او يمين السنغال اللي عايزين نكمل الهجمة طبعا بدأها انني بشكل رائع جدا نزل تريزي جي وعايزين نشوف فتوح هنا كابتن هاني يعني فتوح ليس سورا فتوح هو اللي هيكمل هو طبعا موقفه صح جدا فتوح هو ممكن نكون كمان متقدم شوي على المسافة ما بينه مش كبيرة لكن تقدم فتوح وده مميز فتوح بسرعة في الحالة اللي جميلة بالضبط زيادة فتوح دايما بشكل خطورة تماما وده اللي نقدر نستغله على بونصار في مبارات غدا زاد فتوح ان هو عمل طبعا الكروس العالي على طبعا مروان ولكن يعني حنشوف مروان ما استغلهاش بالكوة وعدلة وشه على المرمى وضعت الهجمة ديت كانت هجمة ايضا مؤكدة على السنغال ده برضو من الامثال المقررة اللي بتقرينا استغلال مساحات خلف البكات اللي بتطير او الوينجباز هنا نفس المثال هم عندهم نقطة قوة زي ما نتكلم برضو عندهم البكات اللي بنحكي عليها هنا نفس الهجمة من ناحية اليمين هننوري برضو مع بعض ازاي اشتغلوها ازاي عملوها على منتخب مصر من ناحية اليمين الهجمة برضو من نص الملعب احنا التمركزات عندنا يعني ما كانتش افضل شيء في هذه اللقطة ديت يعني في الهجمة ديت نزل للعب طبعا ابو نصار هنا اسماعيل صار في ناحية اليمين استلم الكورة بصة كابتن هاني نفس اللعب يعني احنا بكمل هو اللي كامل بكل تأكيد رمهالو فيه طبعا المساحة راحت ويعني عمل العرضية وطبعا شالها طبعا محمد ابو جبل شال طبعا ثمن كور أو ثمن فرص حقيقية شالهم محمد ابو جبل ما دي بقى الفكرة برضو ان احنا التمركز لازم يكون تمركز عميق شوية المنتخب السنغالي عنده سرعات زي ما بنتكلم ان عنده دفوع في الحالة الدفاعية او لو الباكين بيهاجموا عندهم ديلي شوية في الرجوع فهم كمان عندهم ميزة ان الباك اليمين بيشكل خطورة كبيرة جدا الباك الشمال بيسجل خطورة كبيرة جدا فالتمركز الدفاعي لازم يكون بشكل افضل واسرع من كده بكل تأكيد يعني الهاجمة طبعا ارتدت المدايق طبعا هو طبعا كرحلها ساديو مانيه واعتقد بامب ديانج دوت في الاخر بامب ديانج هو خد بامب ديانج برضو لعيب مميز جدا يعني نزل كبديل اعتقد نزل كبديل بكل تأكيد نزل كبديل كابتن هاني بالحسات والارقام شط اربع تزديدات على المرمى ثلاثة منهم اون تارجت ثلاثة منهم اون تارجت من الاربع شاله طبعا ابو جبل عمل شكل خطورة قلب طبعا موازين فريس غالي وكمل معهم الشراسة الهجومية بشكل تأكيد ما كانش موفق بالتالي كمان الرقم انت بتقوله انه هو يعني شاط اربع اربع كرات ما بينهم ثلاثة ما بين القامل العرضة وبالتالي مؤثر طبعا وده يعني عكس ان احنا لازم نعمل حسابنا انه يكون فيه بلوك كويس من مدفعين ويكون حرس المرمى بكل تأكيد والاربع كرات دايما كانت برضو بتكملة من ناحية الشمال مع سيس وبدأ يقطب ده بقى توريتنا ناحية المين كمان دلوقتي ناحية الشمال سيس ده الجناح الطاير زي ما اقول الباكات دايما سيس بيكمل في الهجمات بيلعب من وراء طبعا هنا ساديو مانيبي تدي له مساحة بيخش الجوه وده اللي احنا عايزين نقوله يعني عايزين نقف هنا كابتن هاني لو تسمحلي انا تمنى ان احنا نقدر نستغل الفرصة او الشكل اللي كان بيعمله ساديو مانيبي مع الدنماكية اللي بيعملها مع سيس لان ساديو مانيبي اخترته عليه لاعب او اتنين فبيفضل مساحة لسيس نوعية قدم او من دي من نص الملعب زي ما احنا شايفين ده موقف ساديو مانيبي وطبعا الباكات الشمال طالع وبيخش واحد معا نفس الكلام انت بتقول عليه محمد صلاح بيعملها في ليفر بول بيخش الجوه بارنول اندرسون بيكمل جوتا بينزله او ساديو مانيبي بيفتح له او دياز نفس الكلام هنا طبعا كان عنده الفرصة والمساحة هنا بقى خلينا وقفين عندي دي ده اخطر موقف ليه لان موقف واحد على واحد دايما بيكون خاصة لو المهاجم عنده مهارات وعنده سرعة بيكون موقف صعب جدا جدا للمدافع وبالتالي لازم يكون دايما خاصة على اطراف لو ناحية المين او الشمال لو هم اثنين يبقى اثنين على اثنين دو هم اثنين يبقى فيه تلاتة على اثنين لازم يكون فيه طغطية في الجزئية دي وانا عايز احقيقي هنا طبعا امام عشور بالارقام برضو في المواجهات السنائية سبع مواجهات سنائية كثم منهم ستة ستة من سبعة في المواجهات السنائية ده بيدل قوة امام عشور كان يعني كان بدور كبير جدا رغم ان هو اول مشاركة ليه في البطول عايز اقول برضو حاجة مهمة جدا يعني رقميا ترجمة التاكتك اللي عملته السنغال إنهما صنعوا 23 فرصة للتسجيل في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة عزو الله حضرتك منهم 15 فرصة يعني تقريباً فوق 65% 15 فرصة من ناحية الشمال من ناحية سيس ومن ناحية ميندي ده طبعاً رقم كبير وطبعاً إحنا كل إسباب إنا استمتع بصراحة بيك يا محمد وتحليلاتك الرائعة وزي ما أنت بتقول منتخب قوي ولكن إحنا عندنا القدرة وعندنا المرونة التاكتكية وعندنا الأفراد وعندنا الطموح والروح إن إحنا إن شاء الله نفوز بهذه المباراة نشكرك كالعادة بنوارنا ومشرفنا محمد نشكرك شكراً جزيلاً شكراً نحضرتك كابتنهاني وإن شاء الله يعني اتمنى الفوز لمنتخب مصر غدا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكراً جزيلاً كان فيه طبعاً عاملين مسابقة يمكن الاتنين أو الحلقة اللي فاتت عن توقعاتك للكلاسيكو مباراة ريال مدريد وبرشلونة اللي كانت يوم الحد اللي فات ولكأنت تخيل إن محدش قال النتيجة صحة يعني كل الناس كانت رحة حتى مشجع برشلونة كانوا قالوا تعادل أو هزيمة برشلونة لأول مرة كنت يوم سابعة محدش للأزف قال النتيجة صحة وهو طبعاً فوز برشلونة 4-0 على الريال في كلاسيكو الأرض وكانت نتيجة كبيرة جداً جداً لدرجة حتى مشجع برشلونة ما جاوبوش الإجابة صحة ده طبعاً نوصل من هنا لنهاية حلقتنا النهاردة يا رب كل دعاء وكلنا وراء منتخبنا إن شاء الله بإذن الله تكون خطوة وخطوة كبيرة جداً جداً للوصول لكاس العالم للمرة التانية على التوالي دعواتنا كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله بكرة يكونوا رجالة إحنا وراهم مصر كلها وراهم وبإذن الله نشوف مباراة جيدة على مستوى الأداء وعلى مستوى النتيجة شكراً لحضراتكم ولقائنا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف